يسأل على بنات الابن أو ولاد الابن؟ هو بيقول إنه هو عنده ابن وبنتين غير بنات وولاد بنته المتوفات يعني دلوقتي لو إنه الوالد الكريم الحج محمود ربنا يديله الصحة يا رب وطولة العمر حسد ده ويبعد كمان فيها دكتور محمد إنه هو عايز يتطمن على الأحفاد دول آه طبعا ربنا يديله صحة وبرقامهم دي حاجة مهمة جدا يعني هو ده دي فكرة قانون غصية الوجبة إنه هو بيقول أنا مش هجمع على الأحفاد ألم فقد الأب أو الأم مع ألم الحرمان من ميراس الجد لأنه ولاد عمهم ولاد عمتهم اللي في نفس الدرجة أو ولاد خالهم ولاد خالتهم اللي في نفس الدرجة ورسوا من مال الجد والجدة بينما هم ما ورسوش فربنا قضى أن أبوهم أو أمهم تموت فمش منطقي إن أنا أحرمهم عشان أبوهم أو أمهم وفاهوا الأجل يبقى الحج محمود ربنا يديله الصحة وطولة العمر بعد عمر طويل لو كانت بنته على قيد الحياة معها أختين بنتين ومعها ولد فالولد هياخد ساهمين والأختين دول هياخدوا كل واحدة ساهم بما فيهم المتوفاة فهيبقى على خمسة أيها يبقى إذن أولاد بنت حضرتك المتوفاة رضي الله عنهم وعنكم جميعا هياخدوا الخمس خمس التاركة خمس التاركة طبعا بعد عمر طويل خمس التاركة ده هياخدوا لأن الخمس أقل من التلت وبعد ما ياخدوا الخمس الباقي هيتوزع على باقي الورصة اللي هو ابن حضرتك اللي على قيد الحياة وبنتينك اللي على قيد الحياة للذكر مثل حظ الأنساء أبنى بارك فعركة دكتور محمد